حي على الصلاة ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله أني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله نطيفا خبير يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الورور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حي على الصلاة حي على الصلاة